على القاهرة والناس رمضان شهر مشاهدة بالملايين ويسألك بس المتر يجي ما انتشايفه كمان ولا شايف اللي قدامك ولا تقعد ايه في الظلام الدمس انا بكلمك جد وفي ناس راحوا كندا عارفين والمطعم ده انا بكلمك جد طب انت عرفت تروحوا ازاي شفتوا ازاي لا اما واحد ساحبني بس شوف الفكرة هو بس بيسألك ايه بنت ما بتحبوش بس كم هو اللي جيبلك الطبق اللي على مزاجه عشان ما جيلكش حيال وانت ما انتش عارف ايه بقى فالطبعا الحديث اللي شغال ايه ايه ده طعم ده ايه بتاع ايه ده ايه فكرة ان انت يعني ايه معلش يمكن حدي يفتكر ان انا بزودها شوي جرب غمض اينك ودوق وكول حس انت عارف ان فتلا يا فعل عمدك حق فعشان كده مش فيش حاجة بقى هتجلي مني غير الجرل الدراس انا اعرف بس انت عارف انا اول مرة فعل عمدك انا اول مرة فاكر فيك انا متأكد الناس اللي هو ان حسة الطعم عندك هتزيد زيادة طبعا طبعا صحير فاحنا عايزين حسة ايه الطعم بقى طب استنى بقى لما شوف الفراخ فين لا بس حاجة حاجة عظيمة بص يا جماعة احنا هنا نعمل ايه ببساطة اه عمر هيقطع الفراخ مستنى والله مستنى عشان انت استاذ في الموضوع لا يا حبيبي طبعا فهنقطع الفراخ شرائح صغيرة رفايا رفايا ومش كتير قد متغ في متغ الا غبع اه ليه بقى علشان احنا هتشوفوا دلوقتي هنعمل فيها ايه مش هنعمل كتير لانه احنا هنعمل اغيف عيش واحد عمر اه اوكي عشان مفيش غير انو انت طبعا الناس دي انا اكلها ازاي طبعا الناس دي يعانو لأ طبعا الناس دي بقى ايه حيتعلموا ازاي احنا بنعملها هيل حلو كده في نفس الوقت عمر عشان نوفر وقت يأثر لنا بيضة في البتاعة دي في البقصمات اه في اللقاء في البقصمات اه عشان ايه هنعمل دول كأنها عبان ايه هلو مش هتاخد مننا وقت كتير خالص اوكي اه ادي بيضة مبتولعش ليه مش كان بتولع زمان دي هتولعها بطريقة فنية اه ايه 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 هلو اوكي وبعايز هن ايه اه اقلبها لك اه 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 اقلب البيت اه اقلب بقى البيت مالح وفلفل هنا عايز مالح وفلفل عبادة على الفراخ مالح وفلفل على البيت برضه اقلب البيت ببتولك ها وايس اقلب البيت ببتولك البيت اه بس شكرك و ادلي الملح وامل حط مالح وفلفل على الفراخ ايه عالسريع و ادلي الملح اقلبوا اوكي انا عشال مسكت الفراخ بس اقلب الملح بالطريقة دي مش فازلكة يعني اوكي عارف أتّ يض vicda؛ الفيزل قادي البيض عارف الزيت عادي م ايه زيت عادي وزي الاسكالوب هنعمل بقى ده يعني في اوكي نحط في الدي الاول وبعدين في البيض وبعدين في البيض الاول لا دي الاول اوه اعمل ايه اختراعات بقى حلو ما ده برضو لازم ننوي ان احنا ايه ودي البيض صح؟ اوه اوكي هلو هدي ايه، دي اول انا اه اخد يا شام، دي جاس دي جاس تإساب لنا ايه طبعا خلي بالننا منحط الصبعناة انت عارف بيا شام عايز اقولك برد meinerسك اريت زاريفة أوي ان نياجرا فولز دي وهي شلالات نياجرا ارتفاعها حوالي خمسمائة متر تقريباً إني سوري تمانية وخمسين متر واحد بس هو النط لنهازة الارتفاع وش بيصاروك في برميل كده بس في واحد بقى هو نط هو الاستاذ لنهازة الارتفاع وإيه وليس عايش الباقي كله نط وربنا ما أكرموش صحيح؟ اه هاي لا هنجيب الهيش بص أخذ وقت قديم ولا حاجة زمتك أخذ وقت قديم زيرو والله مش كده؟ والله زيرو هلو بعدين هنقطع دي ايه حتك كده احنا مش هنعمل كتير لجان ايه على حسب اللي يجيلك تبدأ ايه تعمل تعمل اللي انت عايزه ها هنعمل خمسة كده هو زي نصر غيف ها ها شده نتعشى بيه ونفضي الهيش ده اللوبابة باع الزبط كويس يبقى لوبابلس يعني يبقى لوبابلس وبعدين عمر وانت كويس في الموضوع ده هو نا انت احسن انت عارف انه البوردر اللي هو الحدود ما بين امريكا وكندا هي اطول حدود ما بين بلدين في الدنيا اه طبع وبعدين فيه اتفاقية مع انه ملكة انجلترا هي ملكة هي ملكة كندا عشان تبقوا عارفين فا مش سايبين حاجة بصمع لا لا بس يعني عارف حاجة شرفية يعني عشان المهمة فبقولك هم في الاتفاقية عاملين افضي معاها يا عمر واحدة بس واحدة لا لا والله العظيم مع ان هم عندهم بقى الحتت بقى زي الكوباك كوباك اه كوباك اه كوباك عايزين ينفصلوا وبتاعه وكل عايزين ينفصلوا بمشكلة طبعا فانتنا بتتكلم بقى على بلد زي امريكا بالاقتصاد بتاعها وهي كندا على فكرة تاني اكبر بلد في المساحة بعد روسيا بالضبط الناس كتير او ما اتعرفش ان كندا اكبر من امريكا اه داما بيفتكروا ان امريكا اكبر من كندا مساحتا بالضبط هم مش كنوا خمسة عمر فتشني لأ انا شايف ان احنا ايه لأ فبقولك انت بتتكلم على بلد عندها تالت احتياطي في العالم للبترول بعد السعودية وفنزويلة يعني فنزويلة اخي فقرة لأ فنزويلة مع انهم عندهم اكبر زرف في العالم تخيل بقى انتخيل انا دي برضو حاجة كنتش عارفها قوي بس فعلا حاجات عجيبة فنزويلة دي جمد قوي كويس هنعمل ايه بقى يا عمر دلوقتي هنعمل ايه هنريد بقى المرحلة الصعبة اللي هي ايه بقى اللي هي عايزة بقى حد يكون ايه استاذ نقول للناس بس الاول ايه يا شام اه الفراخ كانوا خمسة عمر ما هو ايه الفراخ اه عملناها قطعناها ستريبس اه حطناها في الدقيق ايوه البيض والبقسمات وحطناها على شوية زيت اللي بقيت مالت جميلة كتا وقطعنا العيش وحنعبق بقى نعرف المفاجأ بقى المفاجأ بقى هناخد عمر الجبنة ممكن تبقى اي نوع جبنة بقى عارف ايه شهيدش جبنة ده كلام بقى جامد متجرالة مقام حاجة ايه تلف معاك اه حلو يا سلام ونروح ايه اغطينا الفرخة هنحطها جوه الايه شوف انا بشتغل انا عمر فيه حاجة اسمها تعاون الى التعاون يا فندي التعاون كده حلو اوي صد كده طيب هاي بتعشي العيش بالجبنة الديني بقى اه دي واحدة كمان عمر ديني اه دي واحدة كمان خيس فكرني احكي لك بقى على قصة قولي بتاعة كندا يا شام اه سنة اه ستة وخمسين ده وقت الحرب اه اه لما يام قناة سويس اه لما مصر رفضت الحكومة المصرية اعترضت على اه ان يبقى فيه قوات حفظ السلام الكندي ليه بقى عارف ليه يا شام معنا كندي طول عمره من ناس كويس علشان عالم كندا كان فيه عالم انجلترا قبل ما يبقى العالم الكندي كده شوف بقى الكلام بقى شوف بقى الكلام بقى اللي عمر بيجينا بقى بحاجات يتجيئنا بيها فمصر اعترضت اعتراض جامد جدا طب الله العظيم عندنا حق اه طبعا ولستر بيرسون اللي هو البيرسون اللي هو كان بيرسون بتاعتنا الدارة رأ رأ التاني بيرسون 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 اه فوجئ بقى ان ان الحكومة المصرية اعترضت على ان كندا تبقى من قوات حفظ السلام ومن ساعتها وهو بقى راح راح مغيرين العالم راح ابتدوا بقى ايه يغيروا العالم بقى بتاقلك احنا عايزين عالم خاص بينا ويبقى هو العالم الكندي ده ايه اللي خاص بيهم بقى ده اللي هو دلوقتي فيه شجرة البتاعة بتاعتك دي اه اللي هي القيقب شجرة القيقب هو اسمي ليس سياحي قوي اسمي بالانجليزي طيب نايبل نايبل اكده ارحم بس قيقب دي كانت صعبة جدا لما يفضل بقى معاك حتة زاكرة انا عارف بص بقى الحلوة شايف الله يا شام انت دايما تتعلمك كده بحاجات طبعا هنقيه هنحط دي هنا عمر يا سلام ونرس ننعيش سان كويتش الرس الفنية اه كويس كويس جدا عشان لما ايه لما يجب ندخل دول كده اه اه ماشي اوكي وما فيش منع برضه تقطع تقطع بس كده شكله حلو والله اما يسيح يبقى ام ان هيا دي الفكرة هيا بعدين امر اصحب حاجة اه ايه بقى ده ده الغد دلوقتي سهلي جدا بزمتكو فيه أسهل لا طبعا سهلي جدا انت قاعد في البيت عايز ساندويتش حد جايلك هي بس اللي فيها البتاعة هي شوية البتاعة ده هنجيب بقى ايه الزبدة مو ده جارليك براد بقى صح هنحط الزبدة هنا ايه خليلي شوية بس صغارين ايه كده هما تقيا دول طبعا فاكده وبعدين جارليك طبعا يبقى لازم فيه جارليك انا فيه جارليك احط ايه جارليك جارليك زي ما انتوا عايزين عشان فيه ناس ايه بتشتك اه وقتلكم المرة اللي فات وشوية واحدة قريبتي اشتكت جامد والله كل حاجة تحطت وقت طب ما نعملكه ايه وفيه احلم الجارليك زي ما قلنا دي مش هتنفع من غير الجارليك طبعا بس ما اتكلم جميع الطبخات متحبش بقى دونس عطش بقى دونس متحب مش عارب ايه متعطش ايه الطبيخ لازم ما هواش اه ثابت ما هواش رجل كل واحد بقى متغير ده بقى عمر هتقلب هنقلب بقى ده هيل دي بقى التقليبة الفنية بقى انا عايز اروح ابص بس بص على السمكة عشان بتنادي والله طي نشوف لنا بقى السمكة اه ايه لسه شوية هنبقى نديها وش كده نضافة هتديها هتديها وش محارة في الاخر اه هين اخر حيط تجيبنا عمر يا سلام من البرمجان اللي انت ايه عايز اللي مكتها اه طبعا من الفلة هاي من الفلة يا سلام هدي من الحاجات بقى اللي هي مستخدمة كتير في المطابخ هم اه طبعا هابا كلمة جد اللي هو ايه توب شور اللي عنده فرصة ايه بواحدة زي دي وبعدين هنبدأ نحط الجبنة هنا ايوة تمام كده عمر هاي كفايا كده وبعدين فين الفرشة اللي انت اخدتها مني عمر ها اه اه ايه ما داش انا اديها وش لا يا راجل انت موقع الدن ما داش اه انت الاستاذ بقى ها ها طبعا عايز سقف وحقان ها عايز اكبه ايه تمحرها اشوف ما محطش لا ازاي بقى هحطنا بقى بيحس ان يبقى في شوية اول وش يا باشا بقى دونس اول وش يا باشا اول وش يا باشا ده وش كده طويل هاي هاي ودي الجناب بردو عمر طبعا هادي كله كله هاخد وعايز بقى دونس فوق البتاقى حاضر يا أستاذ هاي لا هلو الكلام ده هجاء اوي عمر شايف بقى بزمتكو بقى فيه ابسط من كده اي حاجة اي حاجة احنا متعودين بقى ناخد مخالفات بقى العسكري واقف توفب ممنوع تعمل وبتاقى تخيل يا اخي ان المرور عندهم بيدوا تيكت هم بيسمون المخالفة تيكت هم هم بيدوا برضو فيه تيكت اه بيدوا يا عمر تيكت ايه عندهم حاجة اسمها بوزيتف تيكت يا راجل يعني انت بتعمل حاجة كويسة يلاقيك مش عارف ايه وقفت في ايه بتاع ايه وقفت في ستوب ساين ولا بتاع اه يروح موقفك قلبك يطوب يجيلك يحييك ويرروح ايه كتبلك تيكت ولازقها لك ان انت راجل اه انت راجل ايجابي ايه اخ ايه العظم دي اه غير 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 استراحتهم مع النفس اه طبعا يعني رئيس الوزراء بتاعهم اللي احنا الحقيقى يعني اه ده صغنون جدا حاجة واربعين صح اه وكان مشتغل ايه ايه مش تصدق بقى لا قولي لا مش يبقى رئيس جمهورية بقى باونسر في بار لا يا روح باونسر اللي هو الفتاوة ده اللي لما تقوم خناءة معين هو ما هواش فتاوة لحاك او الله انا خاف السفارة هتصل وينو انا نسحنا بنولحق ايوه انت هتروح اتكندا انا عندي ابيتكندا انا خايف انا انا اه ده هو انا مليش داعوا انا مليش داعوا لا مو ده هيسيحي هاتش هينزل حالكناب بقى شايف كده هادي الوشاحي الفانين الكبير في مجيلكم عادي الوشاحي بعد ما تخلص اللوحة يراه انا لازم احايل اينه انا لازم احايل انا لازم احتهل لا يرحموا واهله و واصدقاؤه كل حالك من هذا الممبر انا لسا قضي انا قدعلك من 1935 هنقفل عليها كده وهنحطها بالزبط لمدة 15 دقيقة يا خبرة يا طب هاي وبعدين هنروح تاني آخر خمس دقايق هتفتح الفويل هي كلها بتسيح هتفتح الفويل ونسيبها خمس دقايق بقى مكشوفة يقوم تفوق بقى ايه ياخد التلميع بقى اللي اللي المانية هستنى بقى انت بتعمل انا عايز اه عايز اقدي للسمكة هتديلها وش؟ اه هتديلها وش اوكي طيوة هستنى افتح لك لله بس خلي بالك بقى استنى عمر طلح لك لبرا شوية انا مجردك يا شامر لا لا ندي وش هنا هو نعمل حتى شكلها حلو قوي عمر هنجي لقى كده يا شام وروح نديانها وش بقى انت بتشاف انها استاوت عمر ولا ايه السنة كمان اه عمر احنا هنعمل ايه بقى هنحط البويلر بقى من فوق عشان يز يحمل البرويل البرويل اه 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 ها بس خلاص كده اه نروح تانى اه انا بحب السودة عم جميل اتطلق تانى بقى لمدة قديبة اه عشر دايق كمان انا عايز احط عشر دايق كمان معلش تسئين على دي عشر دايق كمان كويس وبعدين هنطلحها اه اوكي هتلاقيها تحمر وتبقى فلة موسيقى موسيقى